أصيب تراقصة بطلق ناري في وجهها خلال أدائها فقرة في حفل زفاف مستدعى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجها وكانت تراقصة هنا البالغة من عمر 22 عاماً تراقص في حفل زفاف ابنة أحد الزهماء القرويين بولاية أوطار برادش الشمالية في الهند عندما أطقحت الحضور نار عنها حسب محطة نيوز 24 الهندية ويظهر مقطع فيديو تفاصيل واقع حيث كانت هنا ترقص رفقة أخريات على أنغام الموسيقى وعندما أنا المطرب أهميتها وتوقفت الراقص الحسناء على التمايل بغية أخذ استراحة غير أن ذلك لم يعجب بعض الحضور على ما يبدو فطالبوها بالإستمارة في الرقص دون أن تباري مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليها لتتعرض لإصابة خطيرة في وجهها فيما أصيبت ناني من أقارب العريس كذلك وعلى الفور جار نقل على المستشفى لتبين الأطباء أن الرصاصة قد أصابتها في الفك لكن حالتها سرعان مستقرت وبدأت تتماثر لشفاء وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلي شارك في القناة وانضمع لفريق عمل رشيد حباشو بانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجع إنسان طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة بانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو أول شبكة عالمية لخبراء الحجار الكريمة فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة ودورات كوينيا في مجال الأحجار الكريمة بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة شكرا